اشتركوا في القناة هو الآن موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية ساعة 12 و 26 دقيقة من بعد منتصف الليلة هاي الليلة الاثنين على الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر بما أن القمر موجود في برج الحوت معناته بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم وقسم كبير أيضا من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرضى أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة منقع في حبائل القرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور وقتنا للتصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عنا أول زاوية زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري طبعا هاي نذكرها احنا من يوم عشرين واحد ومستمرة تأثيراتها حتى تسعة وعشرين واحد ذروتها يوم خمسة وعشرين واحد مضت ولكن أنه بكرة تأثيراتها يعني ذروة تاعت الزاوية ولكن تأثيراتها ليوم تسعة وعشرين واحد هاي الزاوية تدفع بحضورنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا وتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والمهل لحسن التصرف برضو هذا الاتصال بيجلب نوع من أنواع الحظ والنجاح وإمكاني أنه يكون هنا دور اجتماعي مهم بتحقيقنا برضو بعض الإيجابيات في حياتنا المهنية والمادية وبتربطنا برضو علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبية بين الزهرة وبين زحل وهاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم خمسة وعشرين واحد بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة وبرضو بتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك والمهل للإكتئاب والنزاعات مع محيطنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون ذروتها الساعة سبعة وخمسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت درينيتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى ما نقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاط من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تأثير هاي الزاوية طيلة النهار أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي طبعا دروتها الساعة تسعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت درينيتش يعني برضو طيلة النهار نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون دروتها الساعة خمسة واثنين واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت درينيتش يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات الصباح ولغاية ساعات اللي هي ما بعد منتصف الليل بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم القدمان وصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الآن دروفين اللي هو الهرمون المسكن للآلام عشان هيكم نشعر بالآلام أكثر من الأيام العادية وهرمون الميتالونين وهو الهرمون المساعد على النوم عشان هيك بصير فينهم من أنواع الأرق عنا وقلة أو صعوبة في النوم بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها قبل قليل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة 25 واحد بيبدأ خلو المسار في تمام الساعة أربعة و 11 دقيقة عصرا وبيستمر حتى تمام الساعة ستة و 47 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش اللي يستقر القمر بعدها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره 3 أيام في تمام الساعة 6 و 43 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير عمره 4 أيام نسبة الإضاءة بتصير 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 سعيد بنسبة 60% القمر في الحوت حتى يوم 25 واحد سعيد الآن بنسبة 10% في ساعات منتصف الليل وما بعد بصير سعيد بنسبة 45% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% ساعات العصر بتصير منتحس بنسبة 25% أما في ساعات المساء بتنزل نسبة النحوسة وبترجع لها 10% عطارد في الجديد حتى يوم 11-2 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 27 واحد منتحس بنسبة 25% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% أرى نصف الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر موجود في الحوت بيت متاعبكم فعشان هيك اليوم بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة أنتو اليوم في أضعف وأقل أيام الشهر حضا فما تراهنوا على الحضوض أبدا وما تحسموا أي أمر بتميلوا للهدوء والبعد عن الصخب اتوقعوا أنه يكون فيه نوع من أنواع الفوضى أو التأخير أو الخسارة أو الوعود الكاذبة برج الثور ابتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم اليوم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم حاوب تقدر برضو تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أو ممكن يتوجه لك دعاوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أهمش أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تستغل العلاقات الاجتماعية برج الجوزة بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعدكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل بتكثر المسؤوليات وبتشعروا ببعض الاضطراب ممكن تعيش فترة تعتبر فترة امتحان أو ضغط في حياتك اليومية أهم إشي أنك ما تكون مهمل في ساعات يعني تقريبا نقدر نحكي اليوم التالي بتتحسن الأجواء يعني درجة برج السرطان يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بينتظروا خبر من بعيدة أو من خارج البلاد وبتنجحوا بالسفر والاتصالات البعيدة وبترغبوا في التفاهم مع أحباكم أهم إشي أنك ما ترتجل أي عمل وما تستخف بالواجبات الأضواء مسلطة عليك فعشان يجبك تكون جاهز لتحمل المسئولية وتعتبر هاي فترة مهمة جدا برج الأسد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر الشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حذروا إهمان نقاط إدارية أو قانونية أنت اليوم بحاجة لاستشار الذوي الخبرة وممكن تعالجوا أمور مالية أو إرثية أو تنشغلوا بتخليص معاملة رسمية برج العذر ابتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة وهاي فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة لأن القمر موجود مقابلك فممكن تتعرض لبعض المسائلات حاول يعني أنك ما تكون أكثر عدائي اليوم لأن الجو ضاغط في نفور خلاف توتر حاضروا المشاكل على أنواعها برج الميزان بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم ويعتبر هذا يوم مناسب لممارسة نشاط يعني حركي ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهمش أنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ضغوفك الصحية وأطلب المساعدة من زملاء إذا دعات الحاجة فترة مهمة جدا وحاول أنك تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب ابتجتازوا بصورة عمي يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وبوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم انتلكه حضر بشكل جيد لعملك وما ترتجل ممكن اليوم تنطلق بمشروع جديد أو فكرة جديدة أو تتلقى إيجابة أو إشارة مهمة اليوم في حضود وفي دعم وفي عاطفة قوية جدا برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية أهم إش أنكم تلطفوا الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بيشجعك القمر على تكرار المحاولات وبترتفع نسبة الحضوض عندك بشكل كبير برج الجديد ابتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جهر هذه فترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا في طرح موضوع حساس وبتقدموا على عمل مهم فيلفت الأنظار والإعجاب برج الدلو اليوم رح يتركز كله على الأمور المالية فبعض موليد برج الدلو ممكن يحصلوا على مبلغ من المال يدخل تحسين على ميزانيتهم ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أو أموال من عمل إضافي ابحثوا عن وسيلة أفضل لتحسين وضعكم المالي خلال هذا اليوم اليوم بتستعيد ثقتك بنفسك ولكن بدك تحاذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك ممكن تظهر بعض المصاريف الغير متوقعة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتبدأوا فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم بإمكانكم أنكم تعززوا معنوياتكم من جديد وتتحمسوا للمبادرة ولإدخال تعديلات على حياتكم أي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك اليوم مفاجعة أو خبر سار أو استعداد لورش جديدة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أشهد أنت ترجمة نانسي قنقر